منذ اندلاع الازمة وانقلاب الميليشيات الحوثية الايرانية على الشرعية في اليمن قامت الميليشيات بعمليات قمع ممنهج للصحفيين لمحاولة اسكات اي صوت يعارضهم او يكشف حقيقتهم نقابة صحفيين اليمنيين كشفت مؤخرا في تقريري السنوي تسجيل 300 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن ارتكبتها ميليشيات الحوثي العام الماضي تقارير مستقلة ومتطابقة تؤكد ان الميليشيات الحوثية لم تنقطع منذ انقلابها على الشرعية عن ممارسة شتى انواع الانتهاكات ضد حقوق الانسان في مختلف المناطق التي تخضع لسيطرتها ارقام جديدة رصدتها نقابة الصحفيين اليمنيين للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الايرانية ضد حرية الصحافة في البلاد ففي تقريرها السنوي الذي تناول الانتهاكات التي تم رصدها خلال العام الماضي 2017 كشفت نقابة الصحفيين عن تسجيل 300 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن الانتهاكات طال الصحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقر إعلامية وامتلكات تعود للصحفيين ولفت تقرير النقابة إلى ان انتهاكات الميليشيات الانقلابية تنوعت بين الاختطاف والاعتقال حيث تم تسجيل 103 حالات بين معتقل ومختطف من بينهم 14 صحفيا لا زال مختطفين لدى جماعة الحوثي منذ ما يزيد عن العامين أبرزهم الصحفي المختطف فحيد الصوفي والذي مضى على اختفائه أكثر من عامين فيما تم حجب 37 موقعاً إلكترونياً كان يقوم بنقل الأخبار المتعلقة بسير المعارك والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون اليمنيون أما حالات الاعتداء على المواطنين اليمنيين فقد بلغت 34 حالة لم يسلم منها أي يمني ينتقد سياسة الحوثيين واستمرت التهديدات وحملات التحريض التي يشنها الانقلابيون ضد السكان لتبلغ 31 حالة فيما رصد تقرير النقابة 29 حالة من حالات الشروع بالقتل وتتخوف بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من ارتفاع حالات الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإيرانية في ظل التطورات الميدانية التي تشير إلى أن الحوثيين يلجأون إلى الترهيب كلما تم تضييق الخناق عليهم في ميدان المواجهة معنا من القاهرة الناشط الحقوقي ووكيل وزارة الشباب اليمني الدكتور حمزة الكمالية هنا بك دكتور حمزة معنا على سكاي نيوز عربية دكتور حمزة أريد أن أبدأ معك بهذا السؤال اليوم ما هو وضع الصحفيين الإعلاميين في صنعاء وفي المناطق الأخرى تحت حكم الجماعة الحوثية ما وضعهم تفصيلا في حالة أن أخطأ ذا الصحفي بمنظور الحوثيين ماذا يفعل به لو تخبرنا عن هذه المعلومات أولا لا يوجد شيء اسم الصحافة في صنعاء وفي المناطق التي تستطيع عليها الحوثيون أغلب اليمنيون وأغلب الصحفيين والناشطون في هذه المناطق يا إما مختطفين يا إما هاربين وهم خارج مناطق سيطرة الحوثيين منهم من خرج خارج اليمن منهم من هو متواجب في مناطق سيطرة الشرعية هؤلاء جميعهم خرجوا المواقع الإلكترونية جميعها تم حجبها الصحف تم مصادرتها وإيقاف إصدارها لا يصدر الآن إلا الصحف المحسوبة على الميليشيات الإيرانية الحوثية والصحف والمواقع التابعة لإيران قناة العالم وقناة الميادين بالإضافة إلى قناة المررة التابعة لحزب الله الإرهابي هذا كله يؤكد بشيء ما لدعم جال الشك بأن هذه الجماعة لا يمكن أن تتعايش مع حرية الصحفة لا يمكن أن تتعايش مع الإعلام لا يمكن أن تتعايش مع الحقيقة لأنها تريد أن تحجب وتحاصر اليمنين في هذه المناطق وسائل الإعلام والصحفة هي وسائل تنوير وسائل معرفة وسائل تنقل المعلومة وحق المعرفة للمواطن هم لا يريدون للمواطنين أن يعلموا بما يحصل منهم من انتهاكات لا يريدون للناس أن يعلموا بخسائرهم لا يريدون لأفرادهم ومقاتليهم ومليشياتهم أن تتابع وسائل الإعلام لتعرف مدى الخسائر التي يتلقونها في الجبهات أمام الشرعية لكن دكتور حمزة هناك صحفيين كانوا موجودين وتم عارضوا حتى أنهم منضمون للحوثيين ولكن عارضوهم بشكل معين يعني انتقادات وتم سجنهم أيضا هل سمعت مثل هذه الحالات لأتحدث بشكل واضح عن من تم سجنهم هناك كانت تحالف بين الحوثيين وجماعة الرئيس السابق علي عبدالل الصالح المؤتمريون طبعهم كانوا يعني سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم كانوا جوزء من الحياة المدنية ومن الحياة السياسية في اليمن المؤتمريون كان هناك صحفيون محتربون صحفيون أصحاب صوت ورأي كانوا يعارضون جماعة الحوثي ويعارضون سياساتها في السابق هؤلاء تم القفض عليهم وإيقافهم وهؤلاء أيضا هم من هربوا من صنعاء قبل حتى دخول المواجهة بين الحوثيين وصالح هذا شيء واضح جدا جماعة الحوثي جماعة الحوثي لا تمتلك صحفيين جماعة الحوثي تمتلك مجموعة أبواق إعلامية ومجموعة محرضين طائفيين يقومون بالتحريض والتبرير لسياسة الميليشيا الطائفية الأمر المهم هنا ليس موضوع الصحفيين يمني الأمر المهم أين هي المنظمات الدولية مما يحدث للصحفيين طيب أنا أريد دكتور حمزة قبل أن تكمل هذه الجملة أريد أن أسألك أنتم في الحكومة اليمنية ماذا فعلتم لهؤلاء الصحفيين يعني عندما يريد هذا الصحفي الهروب لأنه مطلوب أو سيتم اعتقاله هل تتعاملون معهم بشكل مباشر هل تتواصلون مع المنظمات الليسانية في اليمن؟ هذه معلومات تهم المشاهد بالتأكيد نحن قمنا باستقبال جميع الصحفيين الأشقاء من سواء المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام أو الصحفيين الذين تم تضيق عليهم ومواجهتهم من قبل الحوثيون فتحنا الحكومة تستقبلتهم في عدن ونحن نقول وأعلن هنا عبر قناة سكاي نيوز عربية بأن المناطق المحررة مناطق الشرعية هي مناطق مفتوحة لكل أبناء اليمن لمن تم ترهيبهم ومن تخويفهم ومن تم اعتقالهم ومن لا يشعر بالأمان في مناطق الحوثيين اليمن والمناطق الشرعية هي مفتوحة لهم وهناك توجيهات من الرئيس ومن رئيس الوزراء بالتعاون معهم وتوجيه التسهيلات لهم وتسهيل إيصالهم وهم وأسرهم وجميع معهم وترتيب أوضاعهم بشكل كامل هذا هو التزام الحكومة إذا أراد أي صحفي أن يخرج الآن هناك ممرات له أن يخرج ويكون في أمان قطعا مليون في البيئة وأنا استقبلت مجموعة صحفيين عندما كنت في عدن قبل فترة وسأعود إلى عدن قريبا ونحن على تواصل معهم وصدرنا مفتوحة لهم بالتأكيد بالذات صحفي المؤتمر الشعب العام طيب دكتور حمزة هنا يعني استوقفني يعني مهنة الإعلام ومهنة الصحافة هناك الكثير من مناطق النزاعات التي يعني يقتلون فيها أو يعتقلون أو يسجنون في كثير من دول العالم لكن دائما ما يكون منظمات يعني حقوق الإنسان منظمات الأمم المتحدة دائما يكون لها تقارير وتشجب مثل هذه التصرفات لماذا في اليمن هناك تقصير في هذا المجال يعني عندما يتم اعتقال هذه المهنة والزجب في السجن لكل من يعترض على أمر ما لماذا لا تحدث الأمم المتحدة هل لاحظت هذا الموضوع دعني أكون واضح أولا في كل مكان في العالم عندما يتم اعتقال أو اختطاف أو إيقاف صحفي يكون هناك قضية جنائية أو قضية قانونية تلفق له أو تعمل له أو حتى تكون عليه حقا وتم إخفاءها أو إظهارها في اليمن ما يحدث أن هذه الجماعة عندما تأتي لاختطاف الصحفي ليس لديها أي مسوء قانوني هي أصلا جماعة بدون وجودها غير قانوني وجودها انقلابي خارج الأطور الدساتير والتشريعات هذه الجماعة تأتي وتقول بأن هذا الصحفي وهذا الكاتب يعارض ما يسمى بالمسير القرآني هذه الخرافة والكذب المنظمات الدولية ودعني أتحدث بوضوح بالأسماء هناك منسق لشؤون الإنسانية هذا منسق الشؤون الإنسانية وهو يرى الصحفيين يعتقلون ويختطفون ويتم قتلهم قبل يومين توفي أحد الصحفيين المختطفين تحت تأثير التعذيب سنتين وهو تحت تأثير التعذيب إلى أمات داخل سجنه الأمر هنا يضع لمنسق الشؤون الإنسانية هناك شخص يدعى جيمي ماكتولك هذا هو منسق الشؤون الإنسانية وهو من يعطي التقارير الأمنية عن وضع صنعاء ووضع مكاتب الأمم والتحديد ومرضاً في الصنعاء هذا الرجل يقوم بتلفيق التقارير ويقوم بوضع تقارير بأن صنعاء مدينة آمنة بأن صنعاء مدينة فيها حرية التحرك وحرية التجارة ويعطي الحوثيين الغطاء الأممي لتحركه داخل العاصمة صنعاء يتغاضى عن انتهاكات الحوثيين مثال الصحفيين يتغاضى عن ما يقوم به الحثيم من الانتهاكات في تعز وفي عبر قصف الميليشيات هذا هو للأسف يمثل السياسة السيئة للمنظمات الدولية في اليمن. هذا الرجل وغيره من المنظمات التي تعمل بالخفاء هو يعمل بالعالم. وبشكل واضح ضد حقوق الإنسان وضد اليمنيين. هو آخرين يتحملون وزر هذه الانتهاكات وهم يعلموا جيدا بأن هؤلاء الضحايا سيقفوا في يوم من الأيام ويكونهم سببا مما حصل لهم من تعذيب وقتل وإيقاف وتكميم الأفوال الصحفيين. أشكرك أنا مع من القاهرة ناشط الحقوقي ووكيل وزارة الشباب اليمني الدكتور حمزة الكمالي. شكرا جزيلا لك.